وصفوا بالنازليين الجدد واتهمتهم الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فما هي كتيبة أزوف التي تقاتل في أوكرانيا؟ يقال إنها وحدة يمينية متطرفة تشكلت عام 2014 كميليشيا متطوعة مكونة من متطوعين من نحو 22 دولة ثم اندمجت رسميا في الحرس الوطني الأوكراني أول تجربة القتالية لكتيبة أزوف كانت عند استعادة ماريو بول من الانفصاليين الموالين لروسيا في يونيو 2014 اكتسبت الكتيبة سمعة سيئة بعد اتهامات بالتعذيب وجرائم حرب كما أطلق عليهم اسم النازيين الجدد بسبب بعض قاداتهم من اليمين المتطرف واستخدامهم رموزا نازية في شعارهم لكن الكتيبة ترفض ربطها بالنازية وقال المتحدث باسمها إن نحو 20% اتفاقات من الوحدة كانوا من النازيين الجدد بينما منع الكونغرس في الولايات المتحدة تقديم مساعدات لهم على أساس ايديولوجية تفوق البيض ثم ألغاه لاحقا